السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا جدا. طبعا النهاردة عمدالكم عرضة حلوة قوي 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 على التقمين اللي ستلس دول. التقمين دول فيه تقم اكبر حلة فيه اتنين وتلاتين وفيه تقم اكبر حلة اربعة وتلاتين. التقمين دول ماركت لينز التركي الاصلي يا جماعة. التقم دوت معاه دمان خمسة وعشرين سنة. خمسة وعشرين سنة يعني هتسلميه للاجيال اللي انت عايش معانا وقت طويل. الطعم دوت من القطوم النظيفة جدا. وانت دايما لما تجي يجيب السلس لازم تكون جايبة حاجة ماركة وحاجة انت وثقة فيها بالذات اللي السلس. لان اللي السلس ده اصلا عايز اقول لك كان معلومة عنه. اللي السلس ده اصلا عبارة عن مجموعة معادن. ايه مجموعة المعادن ديت اللي هتتتكون منها حاجة اسمها نيكل. حاجة اسمها حديد. وحاجة اسمها كروم. دوت الثلاث معادن اللي هم بيتكونوا منهم الاستلس عامتا. وطبع لما تجي جيب التقم اللي استلس لازم تكوني واسقة تجيبان من مكان ايه. عشان تكون متأكدة من الماركة اللي عندهم اذا كانت نضيفة او لا. طبعا انا عايز اقول لك كمان ان لازم تجيب التقم اللي استلس تكون الحلة تقيلة. الحلة بتاعتها تكون تقيلة. ويكون الاعدة بتاعتها سميكة. ليه بقى الاعدة سميكة لانها هي الاعدة سميكة ديت بتوزع الحرارة كويس جدا معاك وما تخليش مثلا لو انت رز او اي اك يشيط منك لاننا كلنا عارفين ان السلس الحرارة بتاعتك يعني الحرارة بتوصله بسرعة. فالاعدة السميكة ديت هي اللي بتوزع الحرارة كويس جدا. خدي بالك برضو لان اصلا في برضو حتى الاعدة في خم فيها دلوقتي برضو. بيبقى بيعملوها بحاجة اسمها راملة مضغوطة. راملة مضغوطة. مش استلس يا جماعة. خدي بالك من كل الكلام دوت. عشان كده بقول لك لما تيجي تشتري طاقم استلس اختاري اللي كان اللي تشتريه منه تكوني واسقة كمان في الماركة اللي انت هتجيبيها من الطاقم اللي استلس. عايز اقول لك ان الحلة بتبقى تقيلة. خدي بالك. ممكن تلاقي بره اطقم برضو وتابع لنز بس. ومعاش ضمان. تبقاش معاها ضمان. وتبقى الحلة بتاعتها خفيفة. عشان كده ببقاش حبتين معاها ضمان. بقاش معاها ضمان. لكن ده معاها ضمان خمسة وعشرين سنة عشان هما واسقين وعارفين هما بيدوكي ايه? يعني دوت بتاعنا. حصل فيه حكة بتاعنا. هنعرف نرجعوه الشركة على طول. لكن هم عشان مواسقين فيه عملك عليه ضمان خمسة وعشرين سنة عامللي اخو دي وانت متطمين. دهت المعلومات اللي انا عايزة اقولها لك. وعايزة كمان زي ما انا معاوداتكم. ان انا في الجرانيت بقولك على حبة معلومات في الاستخدام او الاستخدام لها. برضو فيه معلومة مهمة جدا. في السلس ازم تعرفيها قبل ما تستخدمي. يعني انت جبت طاقم. لازم قبل ما تستخدمي. هتعملي برضو المعلومة اللي بقولك عليها قبل ما تستخدمي. اولا بيبقى فيه مادة شماعية جوه احنا مش بنشوفها في مادة شماعية. بتبقى في الحلة انت ميش هتشوفيها. مستحيل هتشوفيها. طبعا انا بقى المادة الشماعية ده تمنفعش عمل عليها الاكل. لان برضو اكيد مضرر ليا. فانت طبعا هتعملي ايه قبل ما تستخدمي اي حلة استلس انت لسه جايباها. هتحطي مية. تمليها مية عادي خلص مية. وتحطي عليها ربع كباية خل. ربع كباية خل. وتحطيها على النار. وتغليها. وبعد ما انت تغليها ركيزك كويس جدا. هتلاقي زي في زيت عرفة زيت كده لما بنجي ان حطه زيت في المية بيبقى عام على المية كده وفي الجناح. هتلاقي هيزهر لك حاجة زي كده. دي المادة الشامعية اللي هي ببقى احطينا على الطاقم اللي استلس. دي لازم تعمليها لازم. قبل ما تستخدمي اي طاقم محل ستلس مهما كان ومهما كان غالي لازم تعملي كده. دوت بعد ما تعملي تستخدمي بقى خلاص الطاقم بتاعك عادي تغسليه. بيعادي باي نوع صبون انت عندي بتستخدميها اصلا. هتغسليها وبعد كده تستخدميها عادي جدا. دي حابة معلومات حابة عرفكم عنها طاقم لسلس. نبت مبدأ معاكم حابة فكركم بالعنوان بتاعنا. العنوان بتاعنا الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر امام الشارع مستشوهندية بجوار جزارة البحيرة. العنوان تاني الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر امام شارع مستشوهندية بجوار جزارة البحيرة. لو العنوان بتاعنا مش عارفة توصليه وحسيب لكل ارقام بتاعتنا تقدر تتوصلي معنا لحد ما توصلي مكاننا بامان. طيب عندنا شحنة توصيل اي مكان. داخل اسكندرية او بره اسكندرية. لو حضرتك عروسة من اسكندرية وعايز الطاقم الحلة دوت يوصلك لحد بابتك. الشحن مجانا وهيوصلك لحد بابتك مجانا. نرجع بقى نتكلم على الطاقم الاستلس بتاع النهاردة اللي انا جايبه لك. انا جايبالك النهاردة وعملالك ارض على الطاقمين دول واحد اكبر حلة مقاس اتنين وثلاثين تعلق اواريكم. ضل طبعا خمس حلل زي ما انتو شايفين الشكل بتاعها عمل ازاي? الاعدت بتاعتها عاملة ازاي الطاقم ما شاء الله تbuatها جماعة عليه خاصة ربعميد جينية ربعميد جينية جماعة الحلة بسم الله دي اتنين وتلاتين دي معاست تلاتين بسم الله حلة شايفين التطاقم حلل جماعة حلة. شايفين الاعدت بتاعتها اهي من تحت شايفين السمك بتاحا عاملة ازاي حلة مبا شокой وترحيه شايفين من جوه اصلا اهو اخدوا بالكم اللي السلس اللي ديفت هتلاقيه مش بيلمع من جوه على فاكرة بتلاقيه كده مغمق شوية ده اللي السلس نديف لكن في بقى اللي هي الحالة تلاقيها بتلمع قوي ده على فاكرة ببقاش استلس آآ كامل احنا طبعا بلما بيجيبه طاقم استلس اهم حاجة عنده انه هو ما يصديش صح هو ولا غلط ده بقى مستحيل مستحيل طاقم نديف يا جماعة ودي اكبر حالة مقاس اتنين تلاتين معاكم اهو. وعايز ايوريكم بقى ان هي معاهم اربح حلال تانيين مقاسات بصوا دي اصغر حلة فيها. مش عايف عشكلها كده تتحسين هي مقاس عشرين. نستهى شايفو كده كم? على فكر الثمانتاشر بصي. بسم الله ان شاء الله انا بحسبها عشرين. يعني انا بحسبها عشرين لان هي ما شاء الله ما تديش ثمانتاشر خالص. بص كبيرة ازاي? يعني انا عايز ليكم اهي مقسة منتوشر مسلا في الجرونية. اهي. مسلا اهي. بصي. بصي فرق بين الوسع والوسع. شايفة دي وسعها ايه? ودي وسعها ايه? تحسي ان في فرق في المقاسة جماعة. شايفين عاملة ازاي? الطعم بقى يا هزير عامل كام? ده عليه خاص ربعمية جنيه. عليه خاص من ربعمية جنيه. ده عامل ارباح تلاف تمنمية وخمسين بدل خمس تلاف متين وخمسين جنيه جماعة. تعالوا هندخلوا على الحلة الاكبر اللي هي مقاس اربعة وتلاتين. مقاس اربعة وتلاتين عندك بصي. يا ما شاء الله. استنوا كده. يا ما شاء الله. اهي. تغنيك عن حلة العزمية. بسم الله ما شاء الله. بصوا الوسع التاحة من جوه عامل ازاي? شايفيني المقاس? ما شاء الله عامل ازاي? طحفة. طحفة. والحلة يا خرابي. بصوا. بصوا الحلة ايه ازاي? تشايفين الحلة والجمالها? بصوا اصلا الشكل بتاعها خطير. حلو جدا. دي مقاس اربعة وتلاتين يا جماعة. اهو. بسم الله. اهو. ومعي برضو الاربع حلل تانيين معا واصغر حلة برضو مقاس تمنتاشر. طب يا دير طعم ده وتعامل كام معاك من نهار ده في العرض. ده برضو عليه خاص من ربعمية جنيه. ده عامل خمس تلاف وخمسين جنيه بدل خمس تلاف ربعمية وخمسين. دوت عرضة على التأمين دوت انا عاملهولي. وكمان حبيت ان انا عرفك حبة معلومات صغيرة تفيدك. ويا انت شايرو على قد ما تقدره. علشان انت تستفادئ وغير كمان حبيت استخدام.